نحو أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ناخب دنمركي يصاوتون الانتخاب برلمان جديد في مشهد سياسي منقسم بين أربعة عشر حزبا ومن المتوقع أن لا تحصل أي من كتلتيه الرئيسيتين على أغلبية تسعين مقعدا من أصل مائة وتسعة وسبحين مقعدا وفقا لاستطلاعات الرأي هذه الاستطلاعات أظهرت أيضا أن تسعة وأربعين فاصل واحد في المائة من الأصوات ستذهب إلى الكتلة الحمراء المكونة من خمسة أحزاب يسارية بينها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تنتمي له رئيسة الوزراء الحالية ميت فريدريكسين أي نحو 85 مقعدا وبين الفريقين تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المعتدلين الذي أسسه مؤخرا رئيس الوزراء الليبرالي السابق لارس لوك راسموسون سيصبح ثالث أكبر كتلة في البرلمان بعشرة في المائة من الأصوات أي ما يعادل 18 مقعدا وهو رقم قد يفتح الطريقة أمام مفاوضات طويلة قبل تشكيل الحكومة تقرر فيها أصوات الناخبين الوسطيين رئيس الوزراء القادم ورغم أن راسموسون رفض دعم أي من الكتلتين قبيل الانتخابات فإنه لم يخف استعداده للعمل مع المرشح الذي سيسهل تحقيق أوسع قدر من التعاون في الوسط من أجل تطبيق الإصلاحات الضرورية خاصة ما يتعلق منها بالرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية من جانبها تسعى فريدي ريكسين التي أصبحت عام 2019 أصغر رئيسة وزراء في الدنمارك على الإطلاق إلى تشكيل اتلاف واسع بعيدا عن الانقسام التقليدي بين اليسار واليمين بحجة أن الوحدة السياسية ضرورية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانيا وغيرها من الأزمات فيما لم يبدل جناح اليميني الرغبة ذاتها في التعاون لكن الاختلاف في شكل الحكومة لا يمنع اتفاق أغلب أطراف المشهد السياسي الدنماركي على أجندة اليمين المناهضة للهجرة لدرجة يقول البعض إنها ألهمت سياسات اللجوء في عدد من الأحزاب الأوروبية اليمينية الأخرى مثل حزب البديل من أجل ألمانيا والديمقراطيين السويديين سناء المهداوي ديرة عربي